لا أستطيع أن أمر مرور الكرام على ما جرى في مصر بالأمس بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذه الاحتفالية التي حظيت بجماهرية شديدة وتلاحم مجتمعي مع ما جرى في هذا اليوم حيث أعتبر أنه يوم أمس كان يوما مصريا بامتياز يوم مصري بساطة المصريين وألفة المصريين وزكاء المصريين وإنسانية المصريين لن أكون منحازا إلى مصرياتي وإنما ما جرى بالأمس فاق كل التصورات وفاق كل هذه المدونات التي تتحدث عن حقوق بعض الذين يعني أديروا من وجود اختلافات في البنية أو في الخلق أو ما شابه لكن بالأمس كان مصر قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتضرب المثل في الدمج في التمكين لزوي الاحتياجات الخاصة زوي الاحتياجات الخاصة جزء من أبناء الشعب المصري من كل النسيج المصري كل بيت كل أسرة زوي الهمم زوي الاحتياجات الخاصة أو المعاقين كل دي مصطلحات سواء قانونية أو شعبية لكن في النهاية بعيدا عن ما جرى فتبعتموه جميعا أقول بأنه يوم أمس أنا باعتبره اليوم المصري لجبر الخواطر الرئيس أمس أرسى قواعد كان قد أشر إليها مرارا خلال السنوات الماضية لكنه بالأمس وضع حجر الأساس واللبنة لاكتمال بناء التمكين لدوي الهمم وجبر خواطر كل المصريين بالأمس كانت تلقائية الرئيس ليست موضع جدل وإنسانية الرئيس أيضا لا تحتاج منا إلى تأكيد أو لا تحتاج إلى إبراز فكانت الصورة أوضح من أي كلام وكانت القلوب تتلاقى بين الرئيس وبين هؤلاء أقول بأنه الكاميرات بتلتقط القلوب وما يدور ربما في الخفاء التقطت بالأمس عدسات الكاميرات الكثير من المعاني الإنسانية التي أرصها الرئيس كانت فرحة أبنائنا وإخواتنا من زاوي الهمم غير مسبوقة وهم بتكلموا بتلقائية وبساطة وإنسانية ودون تقعر ودون مواربة وبيتكلموا من قلوبهم بيتكلم البساط أحمد